ثلاث سيناريوهات متوقعة لتأهل الأخضر من الشارقة إلى كأس العالم في الدوحة أصبح المنتخب السعودي على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بعدما تصدر المجموعة الثانية بتصفيات القارة الصفراء سيخوض الفريق الوطني السعودي الجولة التاسعة وهو يمتلك عدة سيناريوهات ستمنح إحدى بطاقتين التأهل قبل جولة من ختام التصفيات النهائية يواجه المنتخب السعودي في الجولة التاسعة من التصفيات منتخب الصين على أمل حسم مسألة التأهل رسميا إلى المنديال للمرة السادسة في تاريخ الخضر بعد تأهلهم من قبل في نسخ أعوام 1994 وعام 1998 يعتني السعوديون صدارة المجموعة الثانية بتصفيات القارة الصفراء برصيد تسعة عشرة نقطة من ست انتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة السيناريو الأول والأسهل المنتخب السعودي هو تحقيق الفوز على المنتخب الصيني وحسم التأهل رسميا إلى نهايات كأس العالم قبل جولة فقط على نهاية التصفيات الأسوية الاحتمال الثاني يتمثل في تعادل السعودي أمام الصين وهنا سيكون الأخضر بحاجة لتعادل أوخوز اليابان على أستراليا في المواجهة التي ستقام في ذات اليوم وإذا تحقق ذلك فسيضمن الأخضر تأهله رسميا أما السيناريو الثالث وهو الأسوأ في حال خسارة الأخضر مواجهة الصين في هذه الحالة سيكون تأهل الأخضر مرهونا بخسارة أستراليا أمام اليابان وفي حال خسارة المنتخب السعودي أمام الصين سيدخل للأخضر في دوامة الحسابات المعقدة في حال عدم خسارة أستراليا في الجولة القادمة ولكنها ستبقى بيد السعوديين في حال التعادل مع أستراليا في الجولة الختامية على أقصى تقدير من أجل التأهل للمرة السادسة إلى المونديال وبعيدا عن كل تلك الحسابات يبقى الوصول إلى الدوحة عبر الممر السهل بتجاوز المنتخب الصيني بانتصار يرفع رصيد الأخضر إلى 22 نقطة إمكانيات فنية عالية يمتلكها المنتخب السعودي بقيادة المدرم الفرنسي هافر رينارد ستمكنه من الفوز على الصين الخميس القادم فإعلان الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 اشتركوا في القناة